تحت جنح الظلام وقبل بدء العطلة التشريعية بساعات صوت النواف في العراق على بعض قوانين الموازنة ليضمنوا بذلك تحويل الجلسة البرلمانية لمفتوحة تتيح التصويت على بقية الفقرات في يوم لاحق خشيتا تفجر غضب الشارع الذي بات يشتاط غضبا من تعطل عجلة الحياة في البلاد فالدخول في عطلة تشريعية مع رغبة ثمانين نائبا في أداء الحج معناه تعطيل الجلسات إلى ما بعد عيد الأضحى كيفية التصويت ونوع المواد التي تم إقرارها مررت عقب لقاءات مكثفة بين زعماء الكتل السياسية قال مراقبون إنها نظمت لضمان تقاسم المغانم رغم أن اللجنة المالية عقدت خمسا وخمسين جلسة لمناقشة بنود الموازنة ومحاولة تقليل نسبة العجز فيها إلا أن نسخة المسودة التي جرت بتوافق حزبي هي من عرضت على النواب قبل دقائق من التصويت وليس تلك التي قدمتها الحكومة وقيل إنها فقدت بدون ما يرسلون نسخة الكترونية لكل النواب لقراءتها والطلاع عليها وكما هي العادة في نظام المحاصصة رتب قادة الكتل أحداث الجلسة مسبقا فيما اختلف على بعض فقرات الموازنة لذلك لا بد من طرف آخر ليحل هذا النزاع هذا الطرف وكما تكشف مصادر هو زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاعاني الذي تقول أنباء إنه حضر إلى بغداد لتكون له الكلمة الفصل بشأن ما اختلف عليه من بنود الموازنة يشير مراقبون إلى أن بنود الموازنة لم تبنى على قرارات تلبي المتطلبات الاقتصادية للبلاد وإنما تلبي المصالح الشخصية للكتل والأحزاب كما أنها تفتقر إلى الواقعية عند اعتمادها لمدة ثلاث سنوات في دولة ريعية تعتمد على النفط الذي تتقلب أسعاره وفقا للمتغيرات الدولية وذلك ما قد يوقع العراق في أزمة خانقة فيما لو هبطت أسعار النفط